اهلا بكم فقرات مثل الاخبار واهلا بكل المتابعين والمشتركين نهاردة جايبين لكم خبر غريب من نوعه ما كانش حد يقدر يصدقه غير ان الموضوع اتنشر فعلا وتم اذاعته في كل وكالات الانباء والتلفزيونات واصبح ترند عالمي مش بس في الدول العربية الموضوع بدايته ان ليلة عبداللطيف كانت قيلة مجموعة من التوقعات لعام 2021 كلام ده في نهاية 2020 يعني قبل توقعاتها السنوية اللي قالتها مع نيشان كانت قيلة مجموعة اخرى من التوقعات في النهاية كده قالت محاولة اختيال احد او احد رؤساء الجمهورية في رئيس جمهورية سيتعرض لمحاولة اختيال رئيس جمهورية يتعرض لمحاولة اختيال وانه ساعتها استحالة رئيس دولة هيتم اختياله لانه يعني فيه حرس عليه كتير ومع التقدم اللي موجود دلوقتي الموضوع بقى صعب للغاية ان حد يقدر يوصل لرئيسه يقتله لكن حصل بالفعل وتحقق توقع ليلة عبداللطيف ومات هذا الرئيس بميتة شنيعة او ميتة مرعبة مات في بيته اتقتل في بيته النهاردة كان فيه خبر عن قتل رئيس دولة هايتي اسمه جوفينيل مويس في عملية اختيال استهدفت منزله نفزها مجموعة من مجهول الهوية لسه ما اعلنوش هما يتبعوا لاي جماعة او يتبعوا لاي طيار رئيس وزراء هايتي المؤقت كلود جوزيف اعلن ذلك في بيان يوم الاربع وقال ان السيدة الاولى مارتين مويس دخلت المستشفى في اعقاب الهجوم الذي وقع في وقت متأخر من يوم السلساء وادان جوزيف الذي اعلن انه اصبح رئيس مؤقت للبلاد ما اسماه بالعمل البغيط وغير الانساني والهمجي هما يكون واحد نام في بيته ويتقتل بالمنظر ده مضيفا ان الشرطة الوطنية الهيطية والسلطات الاخرى تسيطر على الوضع في الدولة الكاريبية واكدت السفارة الهيطية في كندا مقتل مويس في تغريدة على تويتر الدولة التي يزيد عدد سكانها عن 11 مليون نسمة ادى احدى بلدان البحر الكاريبي كانت تعاني على نحو متزايد من عدم الاستقرار وصخط واسع تحت حكم الرئيس اللي تم اختياله ولقد تعمقت مشاكلها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية مع تصاعد عنف العصابات بشكل كبير في العاصمة بورت أو برينس وارتفع التدخم واصبح الغذاء والوقود اقصر ندرة في بعض الاحيان في بلد حيث يكسب 60% من السكان اقل من دولارين في اليوم تأتي هذه المشاكل بينما لا تزال هيتي بتحاول التعافي من زلزال ضربها سنة 2010 كان زلزال مدمر واعثار ماسيو اللي ضربها في 2016 وكان الرئيس اللي تم اختياله مويس البالغ من العمر 53 سنة كان يحكم بمرسوم لاكثر من عامين بعد فشل البلاد في اجراء انتخابات مما ادى الى حل البرلمان واتهم قادة المعارضة بالسعي لزيادة سلطته بما في ذلك الموافقة على مرسوم يحد من صلاحيات محكمة بتدقق في العقود الحكومية واخر ينشأ جهاز استخبارات لا يتبع الا الرئيس وفي الاشهر الاخيرة طالب قادة المعارضة بتنحيه بحجة ان فترة ولايته انتهت بشكل قانوني في فبراير 2021 واكد مويس وانصاره ان فترة ولايته بدأت عندما تولى منصبه في اوائل عام 2017 بعد انتخابات فوضوية اجبرت على تعيين رئيس مؤقت للخدمة خلال فجوة لمدة عام وكان من المقرر ان تجري هيئة انتخابات عامة في وقت لاحق من هذا العام زي ما انتوا شايفين مشاكل ونفوذ وسلطات وناس بتتحكم في السلطة وسوء استخدام للسلطات قدى في الاخر ان المعارضة عملت على قتل الرئيس البلد لانه ما سمعش كلام الشعب وكان فيه ظلم كبير والناس مش لقى ولا اكل ولا بنزين ولا حتى الدواء فقدى في الاخر الى اختيار رئيس الجمهورية داخل بيته هو رئيس دولة هيئتي هيئتي دي موجودة في دول الكريبي دول الكريبي دي موجودة في مبين كرة امريكا الشمالية ومبين كرة امريكا الجنوبية بيسموهم ساعات امريكا والوسطى اما دول موجودين في بحر الكريبي ومشهورين بانهم دول سياحية من الدرجة الاولى لكن من الواضح ان الدولة دي فقيرة جدا للغاية وبتعاني من الفقر الشديد بسبب الزلزال اللي عد عليها في 2010 ودمرها تماما وايضا الاعصار اللي كمل عليها في 2016 زي ما انتوا شايفين تحقق توقع ليلة عبداللطيف بمكتر رئيس دولة قالت رئيس دولة يعني يتعرض لمحاولة اختيال وفعلا تم اختياله تماما داخل منزله وبيقول لك مراته بين الحياة والموت شكرا لوجودكم معنا على القناة ما تنسوش تشتركوا فعلوا جرس التنبيهات والتابعونا في كل جديد وايضا لو عجبكم الفيديو عملوا لايك وشير عشان يوصل لأكبر عدد ممكن من الناس ودي نهاية كل ظلم جا ما بيقول كمان في حاجة مهمة جدا عايز اشكر كل الناس اللي بتكتب تعليقاتها الايجابية وتعليقاتها حتى السلبية الناس دايما منورانا بتعليقاتها معنا كان فيه فيديو النهاردة كان نازل على الساعة خمسة عن ليلة عبداللطيف ايضا وعن نزاع رسمي وتفجير وقتلة وحرب قوية الفيديو مهم جدا فيه توقعات كويسة وفيه توقعات سلبية اتمنى طبعا توقعات الايجابية اللي تحصل الناس حقيقة كتبت لي تعليقات كتير منها اماليا اكاونت باسم اماليا كتبة استمري شكرا يا اماليا ويعضر من الجزائر كتبة مرحبا واهلا وسهلا بالكميع اللهم اسطر الجميع بالخير واليمن والبركات ربي يحفظك وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنين الاحياء منهم والاموات شكرا عضرة من الجزائر والف شكر احنا اللي بنقولك الف شكر يا عضرة على دعائك الجميل وعابد عطافي بيقول اليمن احنا عملنا دولة اليمن يا استاذ عابد هتلاقيها موجودة في القناة توقعات ليلى عبداللطيف وايضا توقعات مشال حيك وايضا توقعات مايك فغيل رجا من الجزائر بتقول امسية سعيدة للجميع بارك الله فيك وسلامي لك يا اجمل صوت وسلام خاص للأستاذ مازن ومزيد من النجاحات الفين شكر رجا من الجزائر شكرا يا استاذ ردي على زوءك انت لسوت الجاكيد جميل وكلامك اجمل والأستاذ مازن بيسلم على الناس كلها وهو بيحب يقرأ تعليقاتكم على طول ام وادية من اليمن كتبة واليمن عملناها يا ام وادية طبعا موجودة في القناة في اكاونت باسم عارف بالله بيقول هو كل ضرب كده ايه ده كل ما كان على الارض خراب يا استاذ عارف بالله او الاكاونت باسم عارف احنا بننقل التوقعات زي ما هي المشاكل والخراب بيحصل في كل وقت وفي كل مكان شوية كده وفيه شوية كده الاستاذ فريد من المغرب بيقول تحياتي لأحلى مزيع شكرا يا استاذ فريد واهلا بيك واهلا بكل مغربة اه اصدقائنا طبعا واهلنا اه منورنا في القناة وكاونت الغريب الغريب اخت العرقية السلام عليكم اهلا وسهلا اهلا وسهلا بيك يا اختي وغيرهم وغيرهم معانا الاستاذ احمد المرعي اه او العمري والاستاذ بالقاصم احمد من تونس والاستاذة مانا الفرج وفاتي فاتي ونور نور من تونس واملة غازي والامل الخليج ونهلة عبدالتواب وردى المعموري وسمر الامل وعلي اكبر من العراق وسوريا العز وكمان نور الدين جمولة كل دول كتبوا تعليقاتهم وقرأهم شكرا مستننا في فيديوهات اكتر على قناة مساء الاخبار اشتركوا في القناة